أعلن الناطق العسكري باسم الحوثيين استهداف سفينتين حويات متجهتين لإسرائيل بصاروخين بحريين وقال إن الجماعة مستمرة في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في بحر العرب والبحر الأحمر مؤكدا أنه لا يتم استهداف سفن متجهة لموانئ غير إسرائيلية وقالت شركة الأمن البحرية البريطانية أمبري إن سفينة الحويات MSC Platinum Platinum 3 المملكة لشركة سويسرية والتي ترفع عالم ليبيريا تم استهدافها بصاروخ أثناء تحركها شمالا على بعد حوالي 35 كم بحريا جنوب غربي من المخى اليمني ما تسبب في اشتعال حريق على سطح السفينة وسقوط أحد الحويات في البحر وأوضحت أيضا أمبري أن السفينة وصلت الأبحار شمالا وغيرت مسارها بعد 30 دقيقة تقريبا لتبحر جنوبا وتعود نحو باب المندب هذا وتبنى المتحدث العسكري باسم الحوثيين الهجوم الصاروخي على السفينة الثانية MSC الذي تسبب في نشوب حريق وأن الطاقم يعمل على إخماده فيما أكد المسؤول الأمريكي أن المدمرة البحرية ميسون وهي في طريقها لمساعدة السفينة التي أصيبت بصاروخ كذلك أفادت رويترز بأن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقارير عن زورق صغير يقل عشرة أشخاص أمروا سفينة بتغيير مسارها نحو اليمن اشتعلت أيضا منطقة مديق باب المندب الذي يصل البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب بسلسلة من الهجمات المتتالية في الفترة الأخيرة هيئة التجارة البحرية البريطانية قالت أنها تحقق في حادث بمحيط باب المندب على بعد ثلاثين ميلا بحريا جنوب غرب ميناء المخى اليمني قائلة أن طاقم السفينة فقد السيطر عليها وبأنها تحركت نحو الصومال وأصيبت سفينة شحن بصاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي في اليمن فيما قال مسؤول أمريكي أن الصاروخ كان يستهدف سفينة شحن أخرى تدعى الجسرة كانت قد أصيبت بقذفة في وقت سابق الهيئة البريطانية أشرت أيضا إلى حادثة ثالثة على بعد ستين ميلا بحريا جنوب غرب ميناء الحديدة باليمن ونصحت السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي أمشطة مريبة تستهدف جماعة الحوثي سفنا تقول أن لها صلة بإسرائيل ردا على أحداث غزة معلنة استهدف سفينة حويات كانت متجهة إلى إسرائيل بمسيرة كما استهدفت الجماعة أيضا سفينة شحن في البحر الأحمر منذ أيام سبق كل ذلك تقارير بريطانية عن حادثة بالقرب من ميناء الحديدة اليمني على بعد ستين ميلا بحريا جنوب غرب الميناء فيما ذكرت رويترز أن زورقا يقل عشرة أشخاص أجبروا سفينة على تغيير مسارها نحو اليمن كذلك أفدت شركة الأمن البحري البريطاني أمبري لأن سفينة حويات ترفع علم ليبريا تعرضت لأضرار ناجمة عن هجوم جوي على بعد خمسين ميلا شمال ميناء المخال يمني مضيفة أن السفينة كانت تبحر جنوبا عبر مذيق باب المندب وأعلن الحثيون مسؤوليتهم عن هجوم سفينة الجسرة التي تديرها شركة ألمانية بالإضافة لسلسلة هجمات صاروخية أخطأت سفنا في البحر الأحمر ومذيق باب المندب هذا وأفاد موقع إكسيوس أن مصول السفن إلى ميناء إيلات بجنوب إسرائيل توقف بشكل شبه كامل بسبب هجمات الحثيين في البحر الأحمر نقل أيضا عن مسؤولين أمريكيين قولهم أن إدارة الرئيس بايدن حذرت الحثيين من الاستمرار في شن هجمات على السفن في البحر الأحمر وللحديث أكثر عن هذه الهجمات المتتالية للجماعة الحثية وتهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب ينضم إلينا من بيروت البحث في أشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حمادة أهلا بك حضرة العميد مرة جديدة برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية إلى أي مدى اليوم تعتقد أن إيران هي مسؤولة عن كل هذه الأعمال التي تقوم بها الجماعة الحثية لكونها راعية لهذه الجماعة وبعد الحديث الذي وجهه سوليفن مستشار الأمن القومي الأمريكي بالقول بأن المسؤولية تقع على إيران مساء الخير أهلا بك يعني لا شك أنه لا يمكن الاقتناع والاكتفاء بما يصدر عن الخارجية الإيرانية أو عن مصادر أخرى في طهران والتي تدعي أن كل ما يجري على كل الجبهات في لبنان وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن إنما يتم بأوامر من هذه الفصائل وأن لا علاقة لطهران بما يجري يعني طهران هي موجودة في المشهد ربما الأمريكيون حاولوا عند اندلاع الحرب في غزة لأسباب غير معروفة ربما القاول أن طهران غير موجودة وبالتالي يعني هذا ما تؤكده حضرة العميد إيران في كل مرة على لسان موزير خارجيتها أمير عبداللهيان بأنها هي ليست في المعركة ولكن سنقوم إذا استمر غرب غزة سنفعل نعم تفضل طبعا يعني لغاية الآن إيران برغم كل الدمار في غزة لا زالت ملتزمة بنفس الموقف في لبنان نرى هذه المناوشات الصورية على الحدود والتي يسقط جراءها شبان لبنانيون يستشهدون على الحدود طبعا لأنه ما يجري على الحدود لا يرقى إلى مستوى مساندة غزة وليس هو حربا حقيقية إنما هو مجموعة من الأنشطة التي تريد القول أن إيران موجودة في المشهد إيران قادرة على الإبقاء على هذه الوتيرة وإيران قادرة على طبعا تصايدها وهذا طبعا ما يجري في اليمن ربما اليوم أصبح المشهد في البحر الأحمر أكثر جاذبية ربما أكثر من الجنوب اللبناني هناك صواريخ بريستية وهناك تهديد وطائرات مسيرة طبعا إذن هناك أنشطة أعتقد أن إيران تريد القول أنها موجودة أكثر ربما هذا النشاط في البحر الأحمر يجعلها حاضرة أكثر على الساحة تأثير هذه الهجمات برأيك حضرة العميد على إسرائيل وعلى اقتصاد إسرائيل ما حجم تأثير هذه الهجمات؟ طبعا هناك تأثير ليس فقط على إسرائيل يعني لن تغامر عدد كبير من السفن سواء كانت متجهة إلى إسرائيل أو متجهة إلى أوروبا عبر قناة السويس أن تغامر بالمرور من هناك يعني من يدري كيف سيتعامل حسيون مع هذه السفن إذا كان الموضوع طبعا هو لدعم غزة فيمكن تبرير هذا الموقف ويعني ربما القول أنه إذا كانت إيران خارج هذا المشهد أو هي داخله فلا سيناك من تهديد حقيقي للتجارة الدولية أما والحال أن الحوثيون هم من يختارون السفن ولا ندري إذا كانت فعلا يعني السفن التي لا تأتي إلى إسرائيل هي كذلك عرضة لهجمات الحوثيين يعني هذا يجعل هذا الممر المائي طبعا في حالة خطر دائم طبعا هذا يرتب خسائر ليس فقط على يرتب حصارا على إسرائيل ولكنه لا ندري لم يصدر أي شيء بعد عن جمهورية مصر العربية للقول ربما إذا كان هناك سفن متجهة لتعبر قناة السويس قد تم التعرض لها ليس هناك أي شيء من هذا القبيل الجماعة الحوثية بررت ما تقوم به بأنها تستهدف فقط السفن الإسرائيلية نعم يعني أقول طبعا هي هي قالت ذلك ولكن فعلا يعني بانتظار أن تقول مصر كذلك أو أي دولة أخرى إذا كان هناك تعرض لهذه السفن ربما كذلك بسبب هذه الأعمال ربما أحجم العديد من السفن على المرور ربما توقفوا لكي يتبينوا الموقف فإذا كان هناك فعلا استهداف فقط للسفن الإسرائيلية فإذا هذا يمكن أن يتسق مع المشهد في غزة أما والحال إذا كان هناك سفن أخرى فألي تصبح نوع من القرصمة نعم سمعنا تصريحات من الولايات المتحدة تكلمت عن تشكيل قوة نعم متعددة نعم نعم يعني هناك الحديث لحماية هذا الممر المائي نعم وبالتالي كيف سينعكس ذلك برأيك حضرة العميد على الأداء الإيراني الغير معلن يعني أولا يجب أن يجب أن تتضح الصورة أكثر هل الولايات المتحدة ستقدم على تشكيل ائتلاف دولي غربي يعني من الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين للإشراف على الملاحة في البحر الأحمر أم سيكون هناك شركاء إقليميين ونعني هنا المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وربما دولة الإمارات إذا كان الحال أن هناك ائتلاف غربي فهذا الائتلاف سيتحول إلى نوع من الحصار على المنطقة لأنه ستصبح الملاحة في البحر الأحمر رهن بالترتيبات التي ستتخذها الولايات المتحدة أما إذا كان هناك فعلا تحالف دولي وأقليمي بمعنى إشراك دول المنطقة في هذا النشاط بالتالي يصبح هناك طابعا دوليا وأقليميا وبالتالي يمكن ذلك أن يمسك بحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر ولا ليس هناك من أي خوف أن يتحول ذلك إلى حصار للمنطقة بمعنى أن تقوم هذه القوى البحرية بالتفتيش على كل السفن الآتية والتحكم بمن يدخل خناة السويس ومن لا يدخلها وبالتالي تصبح تلك أداة سياسية جديدة للضغط على المنطقة ربما لأهداف أمريكية لا ندريها على كل حال قبل أن نتحدث عن الموقف الأوروبي على لسان جوزيبي بوريل بالنسبة للموقف الأمريكي قيل بأنه سيكون هناك أعلان حول تشكيل القوى البحرية يوم غد البنتاجون قال بأن الخطر الذي يملكه الحسيون يختلف عما كان عليه قبل الآن وبأن لديه مسيرات وقدرات بحرية وصواريخ باليستية وبالتالي هذه الجهود الأمريكية لتشكيل قوى بحرية متعددة الجنسيات لمواجهة الحسيين برأيك ما هو الشكل الذي ستعتمده الولايات المتحدة الأمريكية لماذا دائما هذه المناورات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران عبر الأذرع وعبر تشكيل قوى متعددة الجنسيات يعني أولا لأنه ليس هناك طبعا وضوح في السياسة الأمريكية في المنطقة فيما يتعلق بإيران كل ما يجري في المنطقة طبعا 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 يعني كل ما يجري الآن في المنطقة هذه المناوشات عبر الأذرع تشبه كثيرا المفاوضات في الملف النووي يعني طارت تقول لولايات المتحدة أن إيران ستمتلك قنبلة نووية وطارت تقول أن ستمنعها من ذلك وطارت تخبرنا عن معدل التخصيب ثم يتراجع هذا المعدد ثم تبدي إيران يعني رغبتها في متابعة ما هدف إيران من كل هذه الأعمال حضرة العميد ما هدف إيران يعني هي ليست تقوم بحرب معلنة هي تقوم بضربة هنا وضربة هناك لتقول بأنها موجودة ولها ثقل هي تقوم بكل هذه الضربات لتقول أنها موجودة هذا التصرفات أو الإجراءات التي تقوم بها طارع يعني يمكن أن تقرأ في مكانين أو باتجاهين الاتجاه الأول تريد أن تقول لكل دول منطقة أنها قوة قادرة على تهديد الأمن والاستقرار وأنها بالتالي موجودة في المشهد الشرق أوسطي ولها ما لها من مطالب ومكاسب عبر أذرعها أو بطريقة مباشرة والاتجاه الآخر هو الاتجاه الذي تصبح به الولايات المتحدة بما يجعلنا نتأكد أن هناك نوع من الشراكة غير المعلنة يعني في النقاط الالتقاء الإيرانية الأمريكية وهي الالتقاء على عدم هذا ما يشكل اللبس في نوع العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهل إيران فعلا هي تحاول أن تبحث لها عن مقعد مع الكبار لتكون جزء منها التسوية التي يتم الحديث عنها فيما يتعلق بالشرق الأوسط الجديد طبعا طبعا كل ذلك يعني كل الإجراءات الإيرانية من جنوب لبنان إلى غزة إلى الحجد الشعبي إلى شمال شرق سوريا كل هذه الإجراءات الإيرانية إنما تتم تحت المظلة الأمريكية يعني إيران تشاركت مع الولايات المتحدة منذ الحرب على صدام إحسين عندما دخل إلى دولة الكويت ولازالت هذه الشراكة مستمرة من 2003 في العراق إلى 2006 في لبنان وإلى طبعا فيما بعد ما جرى في اليمن تهديد جنوب المملكة العربية السعودية وكل هذا النشاط الإيراني إنما يتم بالقدر الذي تسمح به الإدارة الأمريكية هناك التقاء مصالح على المنطقة يعني هذا التاريخ الإيراني حتى ما قبل الثورة الإسلامية تجاه المنطقة العربية لم يتغير حتى ولو تغير النظام وهذا طبعا العقل الأمريكي الذي لا يريد أن يرى المنطقة إلا كمنطقة لا يريد لها الاستقرار هي دائما مكان مسرح لمطامعه برغم كل العلاقات التي بنتها المنطقة على الولايات المتحدة الأمريكية هناك نوع من الميل الأمريكي للإستثار الدائم وهناك عمل يتكرر دائما هو تهديد استقرار المنطقة عن طريق التناقضات سواء المذهبية أو سواء الإثنية والعرقية لحكم هذه المنطقة وهذا ينسحك طبعا على شمال العراق مع الأكراد وعلى شمال سوريا يعني المسألة تتكرر بنفس النمط دعنا نتوقف عندما أثاره جوزيبي بوريل يعني يتحدث عن انقسام في الموقف الأوروبي حيال إسرائيل وأيضا حدوث أضرار فادحة نتيجة هذه الهجمات يقول بأنها قد تؤدي إلى تفجر الوضع في المنطقة وأن الاتحاد الأوروبي يدين هذه الاعتداءات ضد الحسيين ما الدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي في ظل كل ما تفضلت وتحدث عنه عن هذه التناقضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية سريعا من فضلك يعني لغاية الآن حتى قبل أن تندلع الحرب في غزة فعلا كان الأوروبيون يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بمعزل عما تريده الولايات المتحدة وكأن المصالح الأوروبية أصبحت وقفا على ما تسمح به الولايات المتحدة أو لا تسمح به طبعا الموقف الأوروبي هو موقف متضرب مما يجري في المنطقة هذا الممر الحيوي البحر الأحمر هو الممر الرئيسي الذي تمر به طبعا الدول في شرق آسيا المصدرة للسلع ولسيما الصين في مقدمتها والهند وهي التي تنقل كل هذه السلع إلى أوروبا عبر البحر الأحمر إذن أوروبا لا تستطيع أن تنتظر المزاج الأمريكي حول كيفية تسير الأمن في البحر الأحمر أوروبا متضررة سيتسبب ذلك برفع أسعار التأمين أسعار النقل أسعار البضائع بالشكل عام وهذا سيرهق أوروبا المرهقة أساسا من حرب أوكرانيا الأمريكية في أوكرانيا نعم طبعا هذا عامل إضافي سيساهم بإمساك الولايات المتحدة بمزيد من القوة للاقتصاد الأوروبي وللأمن الأوروبي وبالتالي طبعا أوروبا تشعر أنها غير قادرة على اتخاذ قرار بمفردها وتشعر أن الولايات المتحدة لديها ربما رزنامة أخرى لجدول اهتماماتها نشكر لك كل هذا العرض التي تفضلت به حول طبيعة هذه العلاقات ونشكرك لهذه المشاركة دوما برفقتنا من بيروت البحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد أحمده اشتركوا في القناة